أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضائل الحظر الشامل يوم الجمعة المقبلة في عمان والزرقاء وقال العضائل خلال مؤتمر صحفي أن تنفيذ حظر التجول الشامل يأتي في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين فيما تستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة سيتم تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة الموافق 28 آب 2020 في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء فقط وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين فيما ستستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة وسينفذ هذا الحظر الشامل في عمان والزرقاء على النحو التالي سيبدأ من الساعة الحادية 10 ليلا يوم الخميس 27 آب ويستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الحادية 10 ليلا يوم الجمعة 28 آب 2020 أؤكد هنا أن التصريح الإلكترونية لا تخول حامليها في عمان والزرقاء بالحركة خلال ساعات الحظر الشامل وستمنح تصريح لعدد محدود من العاملين على إدامة عمل بعض القطاعات الحيوية بما فيها وسائل الإعلام سيتم تسهيل حركة المسافرين المغادرين أو القادمين ومرافقيهم إلى مطار الملكة علياء من خلال إبراز تذاكر السفر بعد انتهاء الحظر الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية 10 ليلا يوم الجمعة 28 آب 2020 يبدأ الحظر الاعتيادي المعمول به حاليا في جميع أنحاء المملكة والذي يستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 29 آب 2020 وتكون التصريح الإلكترونية الصادرة فاعلة خلال ساعات الحظر الاعتيادي